قبل يوم واحد من اتهاء الموعد المحدد لطبعة الخامسة من التعداد العام للسكان والمساكن تكثف الفرق وعملها في مختلف أحياء بدينة الكسيبة التي عرفت خلال هذه سنة نمواً ديمقرافياً وتوسعاً عمرانياً كبيراً مع إعلانها مقاطعة ضمن التقطيع الإداري الأخير ويؤكد المشرفون على الإحصاء أن العملية تسير بوتيرة جيدة تعكس اهتمام السكان بنجاح العملية من خلال التجاوب مع العداد نسجل بارطياح التقدم الجيد في عمل الفرق وقمنا بتقسيم البلدية إلى 16 دائرة من أجل ضمان اكتمال العمل في الوقت المحدد ونعتقد أننا سننهي التعداد قبل التاسع من يناير الجاري وتتميز هذه العملية بكونها رقمية وتسهل على العدادين تسجيل المعلومات ونقلها مباشرة لوحدة المعالجة الخاصة بقاعدة البيانات على المستوى المركزي ويثمن المواطنون في بلدية الكصيبة بولاية قرغل هذا التعداد وما سيتيحه من معلومات حول ظروف السكان ومستوى التنمية المحلية وأفاق المشاريع المنفذة لصالح الولاية أنا جاءت اليوم بفرقة الإحصاء نختار المواطنين تعاونوا مع الإحصاء كانهم ينجح حصان عيون نحصل للنهار 15 خيمة عيون نحصل 20 خيمة نطلقوا من الثامنة نتود الثاني نقز نطلقوا الساعة نتود الثالثة والنص نطلقوا مواصر نتود السابعة والنص نقز والمواطنين ما شاء الله ما عندهم مشكلة نجوهم يستقبلونا ما شاء الله بإحسان وروف ما شاء الله ما يجبرنا مشكلة ما شاء الله عندهم وتشير المعطيات الأولية المتوفرة عند المصالح الإدارية والفنية أن نسبة إحصاء السكان والمساكن زادت على 90% وسط توقعات باكتمال العملية في كافة أنحاء ولاية غرغل في الوقت المحدد لهذا الإحصاء محمد علي سالك لقناة الموريتانية بلدية الكصيبة